أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بجزاء من حمى دينه من الفتن وذكر أيضا سبحانه وتعالى جزاء من غمس دينه في الفتن وهذه ختام هذا المقطع من هذه الآيات المتعلقة بفتنة الدين وختامها جاء مناسبا لما يحتاجه كل مؤمن يريد النجاة لنفسه فذكر سبحانه وتعالى الفتنة وفصل في ذلك ثم ذكر النجاة منها كيف تكون ثم ذكر بعد ذلك الجزاء لمن نجا والجزاء لمن وقع في هذه الفتن فقال سبحانه وتعالى وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمِنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمِنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ الداعية حينما يريد أن يعلم الناس إنما الذي عليه أن يبلغ رسالات الله عز وجل هذا بلاغ للناس لا يملك هو أن يهديهم ولا يملك أن يضلهم وإنما هو عليه أن يفعل الأسباب وأن يبذل الطرق التي تكون سببا في هداية الناس ومحبتهم لدين الله عز وجل عليك هذا أما هداية الناس فإنك لا تهدي من أحببت وهذه الآية جاءت خصوصا في نبينا صلى الله عليه وسلم فلا أحد يملك أن يهدي من أحب بعض الناس يريد أن يهدي ولده بعض الأمهات تتقطع تريد أن تهدي ابنها أو بنتها وتتألم كثيرا وتعيش في شقاء إذا لم يهدي الله عز وجل أحدا من بنيها وهذا ليس من شرع الله وإنما الذي من شرع الله أن تسعي في أسباب الهداية وتبذل كل الطرق في ذلك فإن هدى الله فنعمه والحمد لله إذا أراد الله جل وعلا ما سوى ذلك فالأمر إليه وهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقول الحق من ربكم بل رسالة الله ولا تغير دين الله من أجل أن يقبله الناس بعض الناس يبدأ يتلاعب في دين الله يخفف من هذا ويجمل هذا ويعدل في هذا ويأخذ في أحكام الله كما يرى هو أنه أقبل وأوفق للناس من أجل ماذا يقول من أجل الناس يعني يستجيب لدين الله كأن دين الله ثقيل فيريد أن يخففه كأن دين الله فيه شيء من الجفاء فيريد أن يعني يحليه بمثل هذه الأقوال ويبتدع في دين الله ما ليس منه من أجل أن يعبد الناس لرب الناس سبحان الله لا إله إلا الله تريد أن تهدي الناس بغير الطريق التي رضيها من أمرك هو أن تهدي الناس وإنما لك أن تتبع الطريق وأن تأخذ بالسنن وأما أن تذهب يمينا ويسارا لأجل أن عقلك دلك على شيء زينه الشيطان لك فهذا ليس من دين الله في شيء وإنما قل ماذا الحق بين الحق والحق في نفسه جميل الحق في نفسه أبيض الحق في نفسه له قبول عند النفوس المطمئنة الرضية التي تريد ما عند الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذا التخيير ليس على حقيقته وإنما هو من قبيل التهديد أي يا محمد بلغ الحق فمن شاء فليؤمن فليؤمن وسيرى جزاء ذلك ومن شاء فليكفر فليكفر وسيرى جزاء ذلك هذا هو المراد وليس من قبيل التخيير المطلق قال بعد ذلك سبحانه وتعالى معللا لهذا الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط لهم سرادقها هؤلاء الظالمون أعد الله عز وجل لهم نارا وهذه النار صفتهم من صفاتها أن سرادقها السرادق هو الرواق الخيمة تعرفون الرواق أنتم ما شاء الله عليكم قصمان وتعرفون الرواق زينا أنا أخشى اللي من وراء الشاشات ما يعرفوا معنا الرواق الخيمة لها ما يكون من الجنب ولها ما يكون من الأعلى فما يكون من جنبها أشبه ما يكون بجدران البيت أو الغرفة هذا يسمى سرادق وما يكون من أعلىها هذا رأس الخيمة فالنار بالنسبة لهؤلاء سرادق وكلمة سرادق لا تستخدم في لغة العرب إلا إذا كان الموصوف كبيرا عظيما فيقال للخيمة سرادق إذا كانت خيمة شاسعة ويقال أيضا للبيت سرادق إذا كان البيت قصرا كبيرا وهكذا فالمراد هنا أن يبين الله عز وجل أن سور النار هو سور كبير جدا محيط بمن دخل في جوفها أعادني الله وإياكم منها أحاط بهم أي كي حاطت السوار بالمعصم لا نجات من دخل فيها فإنه لا يملك أي أخرج منها إلا بأمر من الواحد الأحد جل وعلا فأحاطت بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل فالله عز وجل بيّن هنا أولا ما يتعلق بالمكان العذاب بالمكان صيفة المكان هكذا واسع ومحيط ثم الأمر الآخر من العذاب ما يتعلق بالشراب فمكانهم هكذا شرابهم كيف هو يا رب؟ قال وإي يستغيثوا إذا صرخوا يطلبون الغوث فإن الغيث يأتيهم ولكن يأتيهم بماء كالمهل والمهل هو الزيت الذي بدأ يتقطع من شدة حرارته إذا غلي هذا الزيت وبدأ يتقلب ويتقطع بسبب الحرارة فإنه يسمى في لغة العرب مهل قال سبحانه يغاث بماء كالمهل وهو كالمهل من جهة حرارته واضح لأجل النار ولكن من جهة صفته أي ثقل الماء لأجل أن الماء الذي يشربونه عياذا بالله هناك ليس ماء معتادا وإنما مخلوط بصديدي وعرقي وما يخرج من فروج وجروح أهل النار فما يخرج من صديدهم هو الشراب الذي يشربه هؤلاء فحينما يطلبون ربهم أن يغيثهم بشيء من عنده سبحانه وتعالى فإن الغيث هناك هو ما ذكره الله عز وجل هنا وفي آيات أخرى من القرآن يغاثوا دعم يغاثوا ولكن بماء كالمهل يشوى الوجوه وهذا الماء حينما يغاثوا به هؤلاء من شدة حرارته هو يقطع شيئين في الجسد يقطع ما مسه من الوجوه كما أخبر الله عز وجل هنا ويقطع ما يمسه من أجواف أهل النار كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الحج قهل سبحانه وتعالى واصفاً تلك الحال بئس الشراب وساءت مرتفقاً هذا الشراب ربنا سبحانه وتعالى يصفه بأنه بئس وذاك المكان يصفه الله عز وجل بأنه من سوء ما يكون من المرتفق وهذا المرتفق إنما ذكر بهذا الاسم هنا لأجل أن يتذكر الإنسان أنه في تلك النار عيانه من الله إذا أراد العبد أن يترفق أن يتكي أن يرتاح ولو قليلاً فإذا راحته إنما هي كذلك فهذه هي راحته التي أشار الله عز وجل إليها هنا في سورة الكهف هذه هي راحتهم فما هو عذابهم الذي خزله الله عز وجل له فاللهم إني أسألك بأسبائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجيرنا من النار اللهم أجرنا وأجر والدينا وأجر ذرياتنا وأزواجنا وأجر أحبامنا يا حي يا كي ثم قال الرب سبحانه وتعالى متلطفاً على عباده بذكر الخير الذي عنده من الوعد الجميل لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً فمن أحسن فالله عز وجل لا يضيع عمله أبداً أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار فهذا هو فضل الله عز وجل تلك الجنات وهي بعض نعمته سبحانه وتعالى على أولئه حينما يدخلون في جنته فالله عز وجل وصف هنا بعضاً مما يتحقق للعباد من النعيم إذا تكرم الله عز وجل عليهم بأن دخلوا من أبوابها فيقول سبحانه أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار فالأنهار هي التي تجري من تحت هؤلاء يحلون فيها من أساور من ذهب وتنبهنا أن الله عز وجل أراد أن يذكر حلية أهل الجنة فلما كان الكلام عن الحلية بدأ الرب سبحانه وتعالى هنا بذكر الأسوار ولما كان الكلام عن اللباس عما يتعلق بالجمال الذي لأجساد ودوات أهل الجنة مثلاً في سورة إنسان ذكر الله عز وجل اللباس قبل الحلي عاليهم ثياب سندس بينما هنا لما كان الكلام عن الحلي قدما ذكر الأساور قبل الملابس على عكس ما ذكرت لك في آيات أخرى فيقول الله عز وجل هنا عن نعيم أولئك يحلون فيها من أساور من ذهب والأساور هي الحلية التي تلبس في العبد وهذه في الجنة للرجال والنساء على حد سواء فإنها مباحة للرجال في الآخرة وإن حرم ذلك عليهم في الدنيا قال سبحانه وتعالى ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق هم يلبسون ثياب وذكر الله عز وجل الخضرة لأن الخضرة ألطف الألوان على العين ولذلك تتابع الأطباء أن الخضرة لها أثر في حسن وجلاء العين وكان ممن يرعى ذلك الإمام النساء رحمه الله فإنه كان من شدة ما شغل نفسه بالعلم لا يخرج ينظر إلى الخضرة من هنا وهناك وهذا النظر له أثر ولذلك لما أمرنا الله عز وجل أن نتفكر في السماء وأن نتفكر في الأرض كان إطلاق هذا النظر له فائدة في بصيرة القلب وله فائدة في بصر العين ففائدة تعود إلى الإيمان وفائدة تعود إلى الأجساد فالله عز وجل ذكر هذا اللون في الجنة لأجل أن لون الخضرة له من البهاء والأثر الجميل على عيني الناظر إلى هذا اللون ما له فهو خير من الألوان الأخرى بالنسبة لأثره على العين وقد كان الإمام النساء كما ذكرت لك يلبس جبة خضراء لا يكاد يخلعها فقيل له في ذلك يا إمام قال إني في شغل عن أن أطلق عيني في الخضرة فأعوضها بالبردة فكان يلبسها من أجل هذا قال الله عز وجل بعد ذلك من سندس واستبرق السندس هو ما رق من الثياب مما يلبس مما يلي الجسد أي أنهم يلبسون هذا اللباس الجميل السندس مما يلي أجسادهم وهو ما يسمى بالدثار أما الاستبرق فهي عادة تكون أغلب وهو ما يلبس فوق هذا الدثار مما يكون ظاهرا للناس فذكر الله عز وجل جمال باطنهم وجمال ظاهرهم متكئين فيها على الأرائك نعنى الثواب وحسنة مرتفقا يتكئون فيها على الأرائك وهذه الأرائك هي الكراسي الأسرة التي يتكئ عليها أهل الجنة وحتى تعلم شيئا واحدا فقط من عظم هذه الأرائك فقد جاء عن السلف رضوان الله عليهم أجمعين في وصف هذه الأرائك شيئا عجبا ومن ذلك أنها إذا جلس عليها الأحبة جلس الرجل مع حبيبته أو الرجل مع حبيبه فأراد أن يتحدث لوحدهما فإنما هو أن يقول لهذه الأليكة اصعدي بنا في السماء ارقي بنا في سماء الجنة فترقى بهم كالنجم الصاطع بالنسبة لأهل الأرض فيمكثاني سبعين سنة لم يغير الواحد منهم من حركة يده ولا عضو من أعضائه يتكع على مرفقه فيمكث هذه المدة ما غيرها ولا احتاج أن يبدلها فالله أكبر أنظر إلى مدى نعيم هذا المتكع لهذه السنوات الطوال وهو في نعيم كامل ولو أراد أن يفعل ما أراد حق له ذلك لكنه لا يغير لأن النعمة التي هو فيها في أتمي وأكمل ما يكون وقد ذكر جمع من السلف في صفة هذه الأرائك شيئا عجبا قد جاء عن أبي إمامة بأسانيد فيها شيء من الضعف ولكنها في هذا الباب تذكر أن المنديل إذا سقط من أعلى هذه الأليكة أمضى مئة سنة لا يصل إلى الأرض وجاء أمثال ذلك كثير وما عند الله أعظم لمن أطاعه وحبس النفس عن الهوى فإنما هي والله يا حبتي إنما هي أيام والله إنما هي ساعات إنما هي صبر ساعة ثم ينال العبد من عند ربه سبحانه وتعالى ما لا خطر على قلب بشر وما لا رأت عيد ولا سمعت أذن ولكن المغبون والله فمن غبن نفسه ولم يستطع ليصابر نفسه في هذه الحياة الدنيا قال الله عز وجل بعد ذلك حسنة مرتفقة ثم ربنا سبحانه وتعالى ذكر الفتنة الثانية من الفتن التي نبه عليها في سورة الكهف وهي فتنة المال وذكرها بعد فتنة الدين لعظيم خطرها وأثرها على الناس فإن فتنة الدين هي الفتنة الأولى وأعظم ما يبتلى به المرض ثم يلي ذلك فتنة المال فإن فتنة المال إذا جاءت تبعتها فتنة النساء وتبعتها فتنة الكبر وتبعتها فتنة الظلم والبغي ولذلك ذكرها الله عز وجل هنا ونبه عليها دون أن ينبه على بعض الأنواع من الفتن لأنها تدخل فيها فإن من فتن في الماله من فتن في ماله فإنه في أغلب أحواله يفتنوا في النساء ومن فتن في ماله في أغلب أحواله يفتنوا في الظلم والبغي ومن فتن في ماله يفتنوا في أغلب أحواله في الكبر والفخر والخيالاء فتجتمع الشرور على هذا الذي فتنه الله عز وجل أول ما فتنه في ماله ثم انجرت عليه فتن عظيمة مع هذه الفتنة فقال سبحانه وتعالى هنا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم مثلا أمثال القرآن بضعة وستون مثلا بدأت بالمثل الناري في أول سورة البقرة وختمت بمثل ما هو آخر مثل في القرآن من الأمثال المركبة بمثل الحمير الحمير الذي ذكره الله عز وجل في أي سورة؟ في سورة لا 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 بعدها في سورة سورة المدثر في سورة المدثر في أي آية منها؟ كأنهم كأنهم حمر مستنفرة هذا من أشد أمثلة القرآن من أعرض عن القرآن فمثاله في القرآن أنه الله عز وجل هنا صرح ولم يكني وهذا من القلائل التي يأتي فيها القرآن صريحا من دون كناية بمثل هذه الألفة كأنهم حمر والحمر جمعوا حمار وهل هو أي حمار؟ لا حمار إيش؟ لا مو حمر وحش مين مشكلة وحش غير وحش حبيب الله يا صلح قلبك ها هو حمار إيش؟ مستنفرة حمار خايف مجنون يعني مو أي حمار ولكنه حمار فقد عقله فعدل أن تصور هذا الأمر حمار بدون عقل إيش يكون هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل في آخر أمثلة القرآن قال سبحانه وتعالى هنا واضرب لهم مثل الرجلين وهذه من أمثلة القرآن رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ضرب الله عز وجل المثل بهذين الرجلين ويكاد يتتابع السلف أنهما أخوان أنهما أخوان وقد جاء عن ابن عباس وعن جماعة أنهما أخوان من بني إسرائيل توفي أبوهما وأورثهما مالا عظيما فأما الأول فأخذ المال فأدى حق الله عز وجل فيه فأنفقه في الصدق والبر والخير والإحسان وهكذا وأما الثاني فطاغ وتكبر على ربه فيه قال سبحانه وتعالى جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا الآن الله عز وجل يصف لنا مزرعة جعلها الله عز وجل لأحد من الناس وأنتم في هذه البلد الطيبة أهل مزارع فالله يصف لكم مزرعة كان المفترض أن تكون مزارعنا أيضا على صفة ما أنعم الله به عز وجل على هذا وامتن عليه به فما هو يعني ترتيب الأشجار هذه المزرعة فالله عز وجل وصف هنا وصف جميل جدا فقال سبحانه جنتين من أعناب وحففناهما بنخل فإذن العنب وين في الداخل لأن العنب يحتاج إلى ما يحميه جنتين من أعناب قال وحففناهما بنخل النخل باسق فيستطيع أن يذر عن الرياح وما يأتي من الحشرات ونحو ذلك فيحمي الزرع وله قوة يتحمل وحففناهما بنخل قال واجعلنا بينهما زرعا بين إيش وإش بين لا لا مو بين العنب والنخل بينهما بين الجنتين جعلنا بينهما وجعلنا بينهما زرعا بين الجنتين يعني هذه جنة فيها عنب وحولها نخل وهذه جنة أخرى كذلك عنب ونخل جعل الله عز وجل بينهما هذه وجعل بينهما زرعا زرع قمح شعير حبوب يأكلها الناس واجعلنا بينهما زرع هذا هو الأقرب في تفسير الآية قال كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أعطته ما يريده أكثر ما ظلمت من حقه ولا جزء يسير وإنما وفت له كاملا وفجرنا خلالهما نهرا خلال حاتين الجنتين فجر الله عز وجل نهر له يسقي ما شاء من زرعه من دون أن يشعر بضيق ولا بنقص في الماء أبدا فجر الله النهر تفجيرا داخل جنتين وكان له ثمر مع الحبوب التي له ومع العناب ومع النخل عنده ثمر الله عز وجل أعطاه ثمر ليس بالقليل وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا شوف الآن أول مصيبة وقع فيها صاحب المال هذا هي فتنة الجاه العجب الكبرياء الخيلاء هذه أعظم فتنة ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال ماذا؟ قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري في لفظه العزة إزاري فمن نازعني فيهما؟ قصمته وثبت أيضا في الحديث الصحيف في الرجل الذي خرج يجر إزاره كبرا فجلجل الله عز وجل له في الأرض يعني فتح الله الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة الله عز وجل لا يكره بعد الشرك والكفر كما يكره الكبر والخيالاء والعجب فمن وقع في ذلك فقد وقع في داهية داهية تحرق والله دينه وتحرق عبوديته لربه ويكون عند ربه سبحانه وتعالى ذليلا حقيرا ويكون الله عز وجل أبعد ما يكون عن رحمته وعن فضله وإحسانه فإن هذا ليس بمحل لما ينزله عز وجل من الكرم والنعمة والفضل على عباده قال بعد ذلك سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بدأ يحاور صاحبه كل ما مر عليه شي يقول له يقول له أنا أحسن منك أنا عندي لما عندك مثل بعض الناس كل ما عطاه الله سيارة ولا عطاه بيت ولا شي ومر على ضعيف من ربعة ولا كذا أحيانا بعض الطلاب في المدارس ولا بعض الطالبات في المدارس شوفوا المسكينة ذي شنطتها من أول الفصل إلى هاليوم هي عليها ما عمنا غيرت شنطتها مسكينة ما عندها شنطة لابست ضعيفة ما عندها تلبس مثلا قمصين وتلبس كذا شي فتروح المناسبة تجيك ذيك اللي عندها من الله خير ما غير أنت لابسته في الزواج الفلاني وفي المناسبة الفلانة ويوم الاستراحة الفلانية وانت لابستها ويوم كذا وكذا ويظل هذا المتكبر من الرجال والنساء من الشباب والبنات ينظر إلى غيره بازدراه فالله عز وجل يقول على هونك على هونك وين أنت وين تعالى إنما هذا لله ليس لأحد من خلقه فيقول سبحانه ودخل جنته وهو ظالمون نفسه ينظر إلى سيارته فيمشي في السيارات كأنه ملك الدنيا يمر بالضعيف وبالشايب وبكذا فيحد هذا ويستعرب على هذا ويستخف بهذا ظن منه أن ما أتاه الله من القوة والسيارة الفاخرة وحسن القيادة أنه له بعد ذلك أن يفعل ما يشاء فيقول الله لهؤلاء ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ما يظن أبدا أن الله عز وجل ممكن أن يغير هذه النعمة عليه ما أظن يعني في باله أنه إيش معقولة عقب هذا الملك وهذا الجاه وهذا المال وهؤلاء إلا الخدم والحشم والدنيا معقولة أصلا أنا أرصدتي مليارات يعني خل الله عز وجل ليأخذ مني هالعمارة ولا يأخذ مني هالسيارة ولا يحرق هالمستودع وإلا أخسر في أي تجارة وين وين عندي في سعودية خير وعندي في دبي خير وعندي في أمريكا نويورك أرصدت نويورك مليانة وعندي في سويسرا مليان وعندي من هنا وهون مليان يعني ما يمكن أبدا ما أظن أن تبيد هذه أبدا ما يمكن يوم من الأيام أكون أنا مثل أحد الناس لا يمكن هذا أبدا هكذا كان هذا يتخيل مسكين ونسي أن الله عز وجل يمكن أن يحلك فقرة واحدة من ظهره فقط فتكون كل هذه الأموال لا تنفعه في صغير ولا كبير وهذا مجرب والله إني أرى أحيانا بعض أخواننا الباكستانية ولا ذول العامل ولا البنغالة ينام على بلكة والسيارات رايحة جاية وفوق الرصيف ومعني مكبر للوسادة ويشخر كنت تمشي أحيانا بعصات الفجر نمر ببعض العماير تبنى وهذا حاطوا السيارات طريق سريع أنام والله ما سأل عنه والله إني لا أعرف في مقابل هذا رجل ملياردير تروته تتجاوز عشرين مليون دولار وأنا أعرف ما أقول والله يا حبتي قيمة الغرفة اللي شريها ما أدري هي عشر مليون ريال ولا أكثر من هذا والله إنه ما يستطيع ينام على فراشه لأن الله حرك فقرة واحدة في ظهره فيظل يتلوى يتلوى على سريره هذا الفاخر ليل ونهار وأحيانا أكثر من يومين كاملين ما استطاع أن ينام ويأتي الأطباء عبرة وراء عبرة وتدليك وتكميد وسفر وروح وهو ما يستطيع يجلس على كرسي كما الواحد منكم المعافى يقعد يجلس الآن أربع خمس ست ساعات هو ما يستطيع أن يجلس ولا نصف ساعة على بعضها ما في أخي ما أظن أن تبيد هذه أبدا يا أخي خرجت روحك وانتهت هل يستطيع ملك من ملوك الدنيا أو رئيس من رؤسائها أو قاهر من جبابرتها أن يمنع ملك الموت من أخذ روحه لنجرم ما رأينا أحدا من الناس فعل ذلك في تاريخ من الأرض طويل إنما هو أن ينزل يفتح فمه ويأخذ روحه ويمشي يا أخوان ما شاور ولا سأل فكيف يقول هذا الجاهل ما أظن أن تبيد هذه أبدا ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما أظن الساعة قائمة عن هذا الرجل وما أظن الساعة قائمة الآن كفر بالبعث هو لو فكر في نفسه ما كفر في البعث لو فكر في حديقته ما كفر بالبعث لو فكر في خلقة ما حوله من المخلوقات ما كفر بالبعث أبدا ولكنه جهل ذلك كله فكفر وقال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا أيقن أن الذي له عند الله أعظم مما عنده في الدنيا قال له صاحبه العاقل هذا وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا شفت كيف الكلام يا الله جمال حجة بديعة بديعة جدا شوف كيف حسن المنطق يريد أن يحاوره ما أجاهم ساكا تعال أنت نسيت النار وينك عن تعال لا 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 ولا قال لي شيء هذا لأن الرجل أصلا الآن كفر هو ينكر البعث معناها ما في جنة ولا نار فأخذه بالمنطق هنا الذي لا بد له أن يؤمن به ما له إلا أن يجحد بعد اليقين إن أراد أن يكفر فقال له تعال قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بمن؟ بالذي خلقك من تراب ما قال أكفرت بالله أكفرت بالذي خلقك من تراب شوف الحجة الآن خلقك من تراب أنت كنت أن توقن أنك من تراب وهذا مما أجمعت عليه الديانات السماوية قاطبة فهو معروف عند الناس وهؤلاء من بني إسرائيل ثم من نطفة طيب دع إنك كفرت بمسألة الخلق من تراب هل تنكر أنك خلقت من نطفة ما ينكر ولا يستطيع أن ينكر لأنه يرى كيف يخلق الله عز وجل الوراء قبله وبعده من هذه النطفة ثم سواك رجلا قال بعد ذلك لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا تبتكفر أكفر كما سبق في الآيات لكن أنا بالنسبة لي أبدا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية ما يدعونا غير الله لا يذهبون إلى قبر ولا ولي إنما الدعاء والعبادة لله قال بعد ذلك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا الآية في قول هذا الرجل انتهت عند قوله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك يقول لصاحبه قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله ثناء على الله لا قوة إلا بالله إحالة للحول والقوة لله وحده سبحانه وتعالى وكما ذكرت لك إنما الحول والقوة منه جل وعلا ولذا ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة لأن الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله إلا بعون من الله ولذلك كان أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي جاء فيها التأكيد على مسألة العبودية لله بعون الله وأعظم آية في سورة الفاتحة جاء فيها نفس التأكيد هذا إياك نعبد وإياك نستعيد فكان التأكيد على هذا المعنى كثيرا في القرآن والسنة هنا سلمكم الله لا قوة إلا بالله هذا هو المفتاح الأول للنجاة من فتنة المال أن تعلم أن المال إنما هو من الله وأن المتنعم به إنما تنعم به بفضل الله وأنه لا قوة لك على أن تتنعم بهذا المال إلا بحول الله فأوله من الله واتنعم به واتنعم به لا يكون إلا بعون الله وختامه إن أن يكون خيرا لك إذا أعانك الله على طاعته فيه وإما أن يكون نارا عليك تتلضى يوم البعث وبعد وبعد أن يفرق الناس إلى فريقين في الجنة والسعير فهنا لا بد من هذا اليقين لن تنجو من فتنة المال إلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله ثم مضت الآيات قال بعد ذلك هو إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أمره أن يقول ذلك ثم بدأ الآن لا يأمره وإنما يذكره ببعض الأمور هل ترى أني أقل منك مال وأقل منك ولد فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا خيرا من جنتك هذه مطلقة فالعبد يسأل ربه خيري الدنيا والآخرة عسى الله أن يعطيني خيرا مما آتاك في الدنيا وخيرا مما آتاك في الآخرة ويرسل عليها حسبانا الحسبان هو العذاب الذي يأتي من دون أن يتنبه له من أرسل عليه ولذلك العرب تسمي السهام القصيرة هناك نوع من السهام تكون مجموعة مع بعضها تطلق سويا فينطلق مثلا عشر من السهام ينطلق عشرون من السهام وهكذا عدد كبير مع بعضها صغيرة تنتشف في السماء كانت هذه موجودة في القديم والآن موجودة في البناتق الحديثة هذه نفس الطريقة تجد أنها تنثر مثلا مئة طلقة أكثر من ذلك في وقت واحد الحسبان هو هذا يأتي من دون أن ينتبه له من قصد به وغالبا ما يكون خفيا كما ذكرت لك يكون صغيرا دقيقا فيصل الإنسان قبل أن يتنبه ويحاول أن يتفاداه فيقول الله عز وجل هنا على لسان هذا الرجل الصالح ويرسل عليها حسبان شيء ما تدري عن سوسة في النخل حشرة ما تدري إلا وقد عثت في هذه الحدائق كلها فما أبقت منها شيئا من السماء فتصبح صعيدا زلقا الصعيد الأرض المستوية كما سبق والزلق من الانزلاق وهو معروف فيقول تكون هذه الحدائق هذه الجنان التي كانت على ما كانت عليه صعيد ليس فيها أي زرع ولا ما ولا أي شيء وأيضا لا تستطيع حتى مجرد أن تدخلها لأنك إن دخلت فيها زلقت بقدمك وقد تنكسر ويحدث لك ما يحدث فحتى مجرد أن تقربها لا تستطيع فضلا أن يكون فيها ما تنتفع به في الدنيا فهذا هو ما دعا هذا الرجل الصالح على هذا الرجل الطالح ثم قال أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلب أو يغور الماء في الأرض فمهما حفرت لا يخرج وأحيط بثمره فأصبح يكلب كفيه على ما أنفق فيها أحيط بثمره لم يذكر الله عز وجل الطريقة لأن ليس هذا مقصود المقصود هو وقوع العذاب كيف يأتي يختلف من إنسان إلى آخر بعض الناس يبتليه الله عز وجل بمرض آخر بخسارة في الأسهم ثالث بحادث سيارة رابع بموت سادس بحريق هذه أمور هي بيد الله لا يملك أحد من الناس أن يسيرها على هواه ونظرتم إلى ما جرى في اليابان مثلا كانوا في أعز ما يكون ثم في لحظات يسيرة قلب الله عز وجل حالهم على شيء رثى له العالم كله مسلمهم وكافرهم ما من يرى هذه المواطن وما جرى للناس هناك إلا والله ويدخل في قلبه رحمة على حالهم بعد أن كانوا يغدقون على الناس ويرسلون الصناعات إلى أطراف الأرض أصبحوا يتكففون ما عند الخلق بسبب حادث واحد أرسله الله عز وجل إليهم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ووحيط بثمري فأصبح يقلب كفيه هكذا يقلب كفيه على ما أنفق فيها وضع فيها ما وضع وهي خاوية على عروشها ليس فيها إلا بقايا أشياء إنما شيء مما عرش وتعلم أن معنى عرش أي أنه أكل وبقي منه ما لا يصلحه عرش أخذ منه ما يفيد وبقي منه ما لا يفيد وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا الآن تفطن بعد العذاب ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق الولاية أي إيش العز والنصرة فلا تلجأ إلى غير الله ولا تغتر بقوة أحد من الناس بعض الناس إذا قربه ملك من ملوك الأرض خلاص عنده أنه لا أحد بقدره ولا أحد يستطيع عليه لو يكون سكرتير عند الملك أو عند ولي العهد أو يكون عند رئيس من الرؤساء أو عند غني من الأغنياء الكبار يا أرض هدي ما عليك قدي سبحان الله لا إله إلا الله كيف هذا وإن ذهلت عن ضعف من عينك في هذا المكان فكيف بضعفك أنت؟ والله عز وجل قد أرى الناس في هذا الزمن ما فيه عبرة وأي عبرة ملوك ورؤساء كانوا على عروشهم ثم زلزلهم الله عز وجل في أيام معدودة فبعد أن كانوا يسجنون عشرات الآلاف من الناس بأمر واحد ويقهرون من يقهرون ويذلون من يذلون ويفعلون ما يشتهون وإذ بهم بعد أيام يسير قد وضعت الأغلال في أيديهم وأرجلهم أمام الناس كل الناس أي عبرة أعظم من هذه العبرة؟ كان إذا مشى بالشارع ما يستطيع أحد يمشي في نفس الشارع يا رجل والله ابنه كان إذا مشى في بلدته في دولته في شارع إن الناس يهربون خوفا وذعرا من هذا الابن وما عرف عنه ثم يقيد ويرمى في السجن ويرجو ذاك الرئيس أن فقط يعني أذن الله أن يجلس في المستشفى عشرة أيام لأن صحته عليل ولا يتحمل أن يكون في السجن ليس فيه عناية مركزة سبحان الله لا إله إلا الله وهنا الله عز وجل هناك الولاية لله الحق المؤمن التقي الصالح ما يهم كان رئيس كان مرؤوس كان غني كان فقير على أي حال هو هو مع الله الولاية هنا لله فإذا تبدلت حاله لا يتبدل هو لأن الولاية بيد الذي لا يتبدل جل وعلا فولايته هناك لا في أيدي الناس هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا خير ثوابا أي في الدنيا وخير عقبا أي في الآخرة ثم قال سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح هذا هو المفتاح الثاني للنجاة من فتنة المال وهو أن تعرف حقيقة هذا المال قد تكلمنا عن حقيقة الدنيا في أول السورة وهنا حقيقة المال فلابد أن تتعامل مع المال بموجب الحقيقة التي بينها الله عز وجل لهذا المال الذي هو من الله ومرده إلى الله فهو أعلم الناس سبحانه وتعالى أعلم من كل الناس به فقال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ما مثل هذه الحياة والنعيم الذي ينعم الله عز وجل به على جنس من الناس كما إن أنزلناه من السماء مطر نزل ثم فاختلط به نبات الأرض نزل المطر ومشى في أودية الأرض فاختلط بنبات الأرض وأنبتت هذه الأرض قال بعد ذلك سبحانه وتعالى فأصبح هشيما تدروه الرياح والفاء هذه تدل على أن الزمن قليل لم يقل الله عز وجل ثم أصبح هشيما لا قال فأصبح أي أن تحوله إلى هشيما بعد شهرين بعد ثلاثة أشهر وأنتم ترون الربيع الآن ينزل المطر تربع الأرض ثم ما هي إلا أشهر يسيرة ويعود هذا الربيع فيكون هشيما تدروه الرياح يابس لو جلس الواحد عليه لآذاه بعد أن كان الناس يهربون إليه أصبحوا يهربون يهربون منه هذه الدنيا فالله عز وجل يقول هذه الدنيا هذا قدرها وهذا حالها فاعرف قدرها وتعامل معها بموجب ما بين الله عز وجل لك من حقيقتها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيم الهشيم هو النبات بعد أن يصفر وييبس تدروه الرياح يتطاير من هنا وهناك والمقصود هنا بتدروه الرياح الآخرة لما تأتي الرياح الآخرة نسفت هذا المال ولم يبق منه شيء قال الله عز وجل وكان الله على كل شيء مقتدرا الله سبحانه وتعالى هو القادر هو الذي يغني وهو الذي يفكر هو الذي يعز وهو الذي يذل هو الذي يرفع وهو الذي يضع كان الله على كل شيء مقتدرا فإذا آتاك الله مالا يا أخي اعرف قدر هذا المال واسع فيه بما يرضي ربك سبحانه وتعالى تصدق بهذا وأحسن إلى دوي رحم وأطعم الجار وابذل الخير للناس فإن خيرك حينما تعلم أن هذا هو أمر الله عز وجل لك في مالك الذي وهبك الله إياه أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقيقة الدنيا وأن يرزق قلوبنا القناعة فيما آتانا من المال والولد والزينة والتلد في هذه الحياة الدنيا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر